بعض الاتحادات وليس حتى لا نعمم لأن هناك اتحادات تستحق التقدير والاحترام في نتائجها بدأت أو استنزفت المليارات دون تحقيق نتائج وللأسف إلى الآن لا حسيب ولا رقيب كيف تنظر إلى هذا الموضوع أستاذ علي؟ والله أستاذ محمد إذا أريد أن ناقش مسألة الاتحادات هي الاتحادات هي المنفذ مثل المهندس الموجود في مشروع هو هذا المهندس الذي يهندس لك المشروع إذا كان لديك أي مشروع وطني فالاتحادات هي الجهة المنفذة الموجودة التي تنبني عليه إذا جاءنا خذنا الحركة الأولمبية والفكر الأولمبي ليقول أن الاتحادات هدفها نشر وتطوير اللعبة يعني إذا أنت تجي تحلل الفكر الأولمبي العالمي على أساسة الحركة الأولمبية واللجنة الأولمبية وتفرعت من عندها الاتحادات الاتحادات هدفها نشر وتطوير اللعبة وإذا دجي نقارن الاتحادات هاي في مشيرتها من تأسيسها من 48 إلى حد الآن الاتحادات في مرحلة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات اللي ما كان بيها أي بنية تحتية ولا مال ولا صرف نتائجها في نشر اللعبة وتطويرها أحسن من هذا يعني أي واحد أي باحث علمي الآن يجي يسوي مقارنة أحصائية لمرحلة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات الوقت اللي ما كان عندنا أي شي ما لعبنا مثل ما هذه الآن المال والسلطة والدعم والكل المسائل الموجودة اللي هناك بس تجد قارن بنتائج يعني يعني إحنا مثلا بالخمسينيات عندنا رباعين عشر رباعين يشتركون بالأولمبيات عندنا الألعاب القوة عندنا حوالي أكثر من عشر عشرين لعب الآن تاريخ فيلم الأولمبيب هذاك الوقت إحنا هنا بالكاد يطلع عندنا واحد لعب يرفع حديد وبالكاد يطلع عندنا واحد عداء هاي هاي عدون الألعاب الجماعية فإحنا بالنسبة أنه الموجود وأنا يعني فرحت جدا أنت يعني الآن هاليوم طلعتنا وأنا سمعت شي سعيد أنه أخوي خالد بيان صديقي أنه البيت الرياضي وبس سمعت أيضا بالمناقشة أنه ما يكون لا يجوز مؤتمرنا إحنا بحاجة إلى مؤتمر وطني ترجمة نانسي قنقر